بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودة تعالوا نرحى الرحلة إلى بيوتنا عشان ننتقل من التوافق إلى الرضا إلى السعادة والرحلة دي دايماً بتبقى رحلة في الحقيقة عشان نوصل ببيوتنا إلى بر الأمان نوصل إلى بيوتنا إلى بر السلامة احنا عندنا حاجة ظاهرة كده ظاهرة مشهورة أوه أوه في البيوت ترتبت من أشياء كتيرة جداً جداً منها فقد التنشئ على المسألة الزواجية ومنها كمان الخلل فيه مفهوم معنى الأنوسة ومعنى المرأة فبدأ عندنا تظهر ظاهرة بتزداد مش بقول إن هي ظاهرة وليدة النهاردة لكن بتزداد الظاهرة دي ظاهرة إيه؟ الزوجة البنوتة إيه حكاية الزوجة البنوتة دي؟ طبعاً إحنا كتير من الناس هيقولوا زوجة البنوتة إيه؟ وإحنا عندنا الزوجة دلوقتي بقت بتنزل العمل وبتنزل تعمل أعمال شقة فإزاي هتبقى فيه زوجة البنوتة؟ لكن ما زال عندنا دي مشكلة وأنا أعرف إيه حكاية الزوجة البنوتة الزوجة البنوتة دي يعني إن فيه زوجة تظهر منها سلوكيات وتصرفات تشبه تصرفات الأطفال أو تصرفات البنات الصغيرة اللي هم لغاية دلوقتي لسه ما نضجوش وإذا كانت الزوجة سلوكها يشبه السلوك البنوتي ده فيمكن نحنا نعمل معها شوية إجراءات الإجراءات دي جاية من كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة السيدة عائشة كانت صغيرة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتح لها الفرصة إن هي تقول رأيها وإن هي تتناقش وإن هي تبدي رأيها وتتكلم في وسط رجال لدرجة إن السيدة عائشة وصل بيها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها مكانتها وأعطاها الفرصة إن هي تنضج فإيه اللي حصل بقت السيدة عائشة لها مناقشات للصحابة لدرجة أنه بقى فيه كتاب اسمه الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة يعني السيدة عائشة خرجت من سنها الصغير إلى الندوج بفعل صاحب المواهب وصاحب جوامع النعم صلى الله عليه وآله وسلم فأثر في حياتها فجعلها هكذا طيب نعمل إيه بقى مع الزوجة البنوتة دي؟ الزوجة البنوتة دي نعمل معها ما يلي محدش قالي أن السيدة عائشة كانت فيها مسألة الزوجة البنوتة لكن إحنا بنقول كيف نتصرف مع المرأة الزوجة التي ترى نفسها صغيرة أول حاجة الحوار المفتوح نعمل حوار مفتوح معها حوار صريح تعمل حوار صريح مع زوجتك بدون انتقادات نتوقف عن الانتقادات السلبية أنت مش نطجة كفاية أنت بتعملي تصرفات ما تنفعش من واحدة زوجة ما أنت مش مسؤولة نتوقف عن الانتقادات السلبية ونفتح حوار مفتوح نسألها عن أسباب سلوكيتها هي إيه اللي بيخليها مش منتبهة لأن البيت دوت مسؤوليتها هتقول شوية أسباب ما تعودتش على ده أنا ما معرفش أعمل ده إزاي اللي انت بتعمليه ده إزاي الفلوس بتخلص من أول الشهر كده في خمسة منه مش عارفة فنفهم نفتح حوار معها عشان نفهم إيه اللي إيه السبب ونحاول نفهم مشاعرها وهي بتواجه إيه تاني حاجة التواصل الفعال بقى يعني إيه تواصل الفعال نعزز ما بيننا التواصل الفعال نقدم لها الدعم العاطفي ما تخفيش أنا جنبك يا حبيبتي وأنا مستعد أن في أي وقت نتكلم وهكلمك وأسمعك بدون خوف وهكلمك بدون انتقاد فلازم يبقى فيه تواصل فعال رقم ثلاثة بعد التواصل الفعال نحدد فين مشكلة بقى لأن بعض الأحيين بيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي قوي إيه اللي حاصل هي في كل حاجة ما تنفعش لا 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 نحدد مشكلة وبدق إيه هي السلوكيات اللي هي محتاجة تغيرها عشان هي بتشبه سلوكيات البنوتات الصغيرين نحدد هي مش قادرة تهتم بالبيت مش قادرة تدير البيت إيه اللي مش قادرة تديره في البيت مش قادرة تدير الموارد المنزلية مش قادرة تدير شغلها مع الاهتمام بجزء حاجة دقيقة كده حاجة واضحة طيب الحاجة الرابعة نعمل إيه؟ احنا قلنا في الأول خالص ببساطة خالص إن احنا نبتدي نسمع ونعمل حوار مفتوح تاني حاجة نعمل تواصل فعال تالت حاجة نحدد المشكلة بدقة رابع حاجة نعمل إيه؟ نوجه بلطف نقدم التوجيه بشئ من اللطف خالص إذا كان فيه سلوك معين عايزين نغيره نستخدم لغة إيجابية ومشجعة على فكرة أنت لو أنك أنت كتبت الاحتياجات وقسمتها على الشهر الله أكبر عا تبقى حاجة رائعة